موسيقى الرياضة من الجزائر الدولية أهلا بكم أعلن مارسيليا الفرنسي تعين الإسباني مارسلينو غارسيا تورا المدربة للفريق وسيخلف مارسلينو ذو السبعة والخمسين عاما المدربة تودور الذي اختار الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم المنصرم بعدما قاده إلى المركز الثالث بالدور الفرنسي وأشرف مارسلينو على العديد من الأندية الإسبانية على الغراريشبيليا فياريال إلى جانب فالنسيا الذي أحرز معه كأس إسبانيا 2019 قبل أن ينتقل إلى بيلباو مطلع 2021 وقع السنغالي كاليدو كوليبالي نجم تشيلس الإنجليزي على عقود انتقال إلى صفوف الهلال لمدة ثلاثة مواسم هذا وسيعلن الهلال السعودي في غضون ساعة قليلة مقبلة عن اتمام صفقة كوليبالي وانضمامه بشكل رسمي لصفوف الفريق وكان اللاعب قد شارك مع المنتخب السنغالي في نسختي 2018 و2022 في كأس العالم ويمتلك المدافع الدولي السنغالي مشوارا حافلا مع نابولي الإيطالي قبل الانضمام إلى صفوف تشيلسي الصيف الماضي كشفت تقارير صحفية عرف دينادي برشلون قطعا فكرة بيع الدول الهولندي فرانكي دي يونغ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية نابرشلون يرفض تماما رحيل دي يونغ رغم الاهتمام الكبير من باير ميونيخ والعروض التي يدرس النادي الألماني تقديمها وأوضحت الصحيفة أن تشافي يرى بعد رحيل بسكيتس أن يونغ سيكون أساس وسط الميدان أو الملعب ولا يمكن التفريط فيه بأي شكل حسم سيزار أسبي كويتا قائد تشيلسي الإنجليزي مستقبله بشكل نهائي حيث أكدت تقارير صحفية أن اللاعب لديه الآن اتفاق مع إنتر ميلا وتم تجهيز عقد مدته عاما مع النيراتزوري وأفادت التقارير ذاتها بأن أسبي كويتا يستعد لمغادرة تشيلسي بعد قضاء أحد عشر عاما داخل قلعة ستانفورد بريتج منذ انضمامه قادما من أولمبيك ماسيليا عام 2012 رغم أن عقده لا أو مازال سريا إلى غاية 2024 أعلن إنتر ميامي الأمريكي ضم الإسباني سيرجيو بوسكاتس الذي سيلعب مجددا مع زميله السابق في برشلونة ليونال ميسي وشارك لاحب الوسط الباليه من العمر 34 عاما في 722 مبارات مع نادي برشلونة منذ انضمامه إلى النادي وفاز معه بثلاثة ألقاف دور الأبطال تسعة ألقاف الليجة وسبعة ألقاف كأس الملك أعلن نادي السالتك بطل الدور الإسكتلندي أتعاقد مع المدرب ريندر روجرز وقدم النادي الإسكتلندي روجرز الذي سيرتبط بالفريق لمدة ثلاث مواسم ونجح روجرز سابقا في تحقيق نجاح باهر مع النادي الإسكتلندي حيث فاز بالثلاثية المحلية مرتين على التواري أنا محظوظ للغاية ويشرفني أن يطلب مني العودة خطتي كانت أن أقضي عاما بعيدا عن الملاعب وأعود مرة أخرى ولكن بمجرد أن تحدثت إلى اللاعبين غيرت رأيي لقد قضيت وقتا رائعا عندما كنت هنا أنا هنا للفوز وأتطلع لتحقيق الأفضل مع السالتك أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف دخول المتخب الوطني أقل من 23 عاما في تربص تحضيري تحسبا للنسخة الخامس عشر من الألعاب العربية حسب ما ورد في موقع الفافين الخضر شرعوا في التحضيرات بملعب رويبة تحسبا لخوض المنافسة حيث حضر 21 لاعب التربص باستثناء سبعة لاعبين من اتحاد العاصمة وملودية الجزائر الذين كانوا ملتزمين مع أنضيتهم بمواجهة الدربي ختم الموجز الرياضي للمسجد تابعون عبر مختلف منصات قناة الجزائر الدولية ظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء موسيقى